بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم الأساتذة الأفاضل ضمن ملخص جديد لمستجدات المنهاج الدراسي للتعليم الابتدائي يوليوز 2020 مادة التربية الإسلامية التي تعد إضافة إلى مجموعة من المواد الأخرى مكونا من مكونات مجال تنشئ الاجتماعية والتفتح سننطلق مباشرة إلى تعريف التربية الإسلامية فيمادة دراسية تروم تلبية حاجات المتعلم الدينية التي يطلبها منه الشارع حسب سيروراته النمائية والمعرفية والوجدانية والأخلاقية وسياقه الاجتماعي والثقافي ويدل هذا المفهوم على تنشئة الفرض وبناء شخصيته بأبعادها المختلفة الروحية والدينية وإعدادها إعدادا شاملا ومتكاملا وذلك استنادا إلى المبدأ والغاية والمداخل بالنسبة للمبدأ ضرورة الاستجابة للحاجات الدينية الحقيقية أما الغاية فهي إكساب القيم الأساسية للدين المتمركزة حول قيمة التوحيد أما بالنسبة للمداخل فهي مدخل تسكية لاقتداء الاستجابة القسط والحكمة ننتقل مباشرة إلى المقاصد الكبرى لمادة التربية الإسلامية إن الغاية الكبرى للتربية الإسلامية يتحقق كمال حرية الإنسان من خلال إخلاص العبودية لله وحده ولا يتحقق ذلك إلا من خلال المقاصد الأربعة التالية المقصد الوجودي ويتحقق من خلال الإيمان بالوجود الحق لله تعالى وكماله المطلق عز سلطانه أما بالنسبة للمقصد الكوني فهو يعني الإيمان بوحدة البشرية من حيث المنطلق والمصير وبتكامل النبوات أما المقصد الحقوقي فيرتكز على قيم حقوقية كبرى وهي الحرية والقسط والمساواة والكرامة أما بالنسبة للمقصد الجودي فيتحدد باتخاذ المبادرة لتحقيق النفع للفرض والمجتمع فالإحسان والتضامن والتعاون وإصلاح المحيط دليل الإيمان التام مباشرة سوف نمر إلى الأهداف العامة للتربية الإسلامية في التعليم الابتدائي وتتلخص فيما يلي ترسيخ عقيدة التوحيد وقيم الدين الإسلامي على أساس الإيمان نابع من التفكير والتدبر والإقناع وتثبيتها في نفس المتعلم انطلاقا من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ثم تعرف المتعلم على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته والاقتداء به الاكتساب المعارف والمهارات والقيم للتصرف وفق تعاليم الدين الإسلامي التنشئة على قيم التعايش والتكافل والتضامن والتسامح والانفتاح واحترام الآخر وأخيرا التشبت بالهوية الدينية الحضارية للمغرب طبيعة الحال هذه أهداف ضمن أخرى لمادة التربية الإسلامية ننتقل مباشرة إلى المبادئ الموجهة لبرنامج مادة التربية الإسلامية بالتعليم ابتدائي أولا اعتبار مداخل مادة التربية الإسلامية وحدة متكاملة ومرتبطة ومترابطة يلتحم فيها الفكر بالسلوك والعلم بالعمل ثانيا التدرج في اكتساب المفاهيم والمهارات والمواقف التي تشكل محتويات المادة وفق تصور متكامل ومنسجم يراعي الخصائص النمائية للمتعلم ثم التكامل الأفقي بين المداخل الخمسة والانتجام العمودي بين مفردات كل مدخل رابعا توزيع مداخل التربية الإسلامية وفق تصور بيداغوجي موحد بحيث خصص الأسبوع الأول من كل سنة لمعالجة وضعية قويمية تتضمن الموضوعات التي درست في السنة الماضية ويخصص الأسبوع الأخير من السنة لكل مدخل لمعالجة وضعية تقويمية دامجة للمفاهيم والموضوعات التي درست طيلة السنة ثم خامسا محورية دور المتعلم كما هو الشأن بالنسبة لجميع المواد ومشاركته أيضا في بناء تعلماته وأخيرا تنويع صياغ وفضاءات التعلم بالنسبة لتوزيع الحصص فتقدم التربية الإسلامية في أربع حصص أسبوعيا وتقدم كل حصة في خمسة وأربعين دقيقة ويقدم كل موضوع من مواضيع التربية الإسلامية في حصتين باستثناء القرآن الكريم الذي يقدم إما في حصتين أو ثلاث أو أربع أو ست حسب طول الصورة أو قصارها كما تتنوع حصص مادة التربية الإسلامية خلال الوحدة الدراسية كالآتي مثلا بالنسبة للأسبوع الأول يمكن تقديم بالنسبة لأربع الحصص يمكن تدبيرها كالآتي الحصة الأولى تزكية قرآن الكريم الحصة الثانية تزكية قرآن الكريم الحصة الثالثة تزكية العقيدة والحصة الرابعة تزكية العقيدة أيضا بالنسبة للأسبوع الثاني التزكية القرآن الكريم لاقتداء ثم الاقتداء يعني حصتين للتزكية وحصتين الأخرين للاقتداء بالنسبة للأسبوع الثالث الحصتين الأوليين أيضا للتزكية والحصتين الأخيرتين للاستجابة بالنسبة للأسبوع الرابع تخصص الحصتين الأوليين للقصد والحصتين الأخريين للحكمة بعد ذلك سوف نتوجه مباشرة إلى مداخل مادة التربية الإسلامية أول مدخل هو التزكية وكتعريف له هو التزكية النفسي وتطهيرها بتوحيد الله تعالى وتعظيمه ومحبته وذلك بدوام مناجاته من خلال تلاوة القرآن الكريم والاتصال به وتعرف قدرته الله تعالى وعظمته وتستهدف بناء الإنسان من الداخل وتنمية قيمه الروحية وترسيخ إيمانه بالنسبة لأهداف التزكية يمكن تلخيصها فيما يلي تنمية حب القرآن الكريم في نفس المتعلم وتعظيمه والتمسك به والإقبال على حفظه وتدبر معانيه تعرف قواعد تجويد وتطبيقها بما يمكنه من تلاوة القرآن الكريم تلاوة صحيحة أما بالنسبة للتوجيهات فيقدم القرآن الكريم في السنتين الأولى والتانية بالرسم المطبعي أي الذي تقدم بنصوص القراءة يعني الخط العادي الذي نعرفه أما بالنسبة للمستويين الثالث والرابع فيقدم بالرسمين العثماني والمطبعي يعني من أجل القراءة للمتعلمين الذين يتمكنون من قراءة الرسم العثماني خصص لهم الرسم العثماني وللذين لم يتمكنوا بعد فخصص لهم الرسم المطبعي أما في المستويين الخامس والسادس فيقدم فقط بالرسم العثماني على اعتبار أن المتعلمين قد وصلوا مستوى يمكنهم من قراءة هذا الرسم يستظهر القرآن الكريم شفاهيا في جميع المستويات وكتابيا ابتداء من السنة الرابعة أي من السنة الأولى إلى السنة السادسة يمكن اعتماد التقويم الشفاهي أما التقويم الكتابي فلا يعتمد إلا ابتداء من السنة الرابعة عدم تفصيل في المفاهيم والمصطلحات العقدية في المستويات الدنيا يعني المصطلحات والمفاهيم التي قد تشكل عائقا لدى المتعلمين يستحسن أن يتفادها الأستاذ أو أن يتفاد التفصيل فيها وشرحها إلا إذا طلب أحد المتعلمين فنحاول تقريب هذا المفهوم دون التعمق فيه ثم التركيز في الشرح على أسلوب الترغيب وإبراز رحمة الله ومغفرته وأخيرا استثمار الآيات القرآنية المناسبة للموضوع العقد يعني عند تدبير حصة العقيدة يمكن اعتماد الآيات القرآنية المناسبة لذلك بالنسبة للاقتداء ويقصد به تمثل نموذج الكمال البشري المجسد في رسول الله صلى الله عليه وسلم والتأسي به في سيرته العطرة وشمائله وأخلاقه صلى الله عليه وسلم أما بالنسبة لأهداف الاقتداء فهي التعرف على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في أبرز مراحلها وأهم الأحداث والعبر المستخلصة منها ثم التأسي بما ورد في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من أحداث وعبر والاقتداء بسلوكه صلى الله عليه وسلم في الحياة اليومية كتوجيه منهجي لتدريس هذا المدخل إدراج سيرة النبوية في جميع سنوات السلك الابتدائي نظرا لأهمية التربية بالقدوة ولميل المتعلم إلى الحكاية والقصة يعني أن المتعلم يميل إلى تلك الحكايات والقصص التي نرويها عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقديم دروس سيرة وخصوصا في المستويات الدنيا على شكل قصص قصيرة مشوقة وبأسلوب بسيط وجداب أيضا توظيف الآيات القرآنية المناسبة للموضوع كما تقدم وذكرنا بالنسبة للتزكية كل ما كان ذلك ممكنا لاستخلاص العبر والمواقف والقيم التي يجب غرسها في نفس المتعلم ننتقل رأسا إلى استجابة وهي ممارسة ما أوجبه الله تعالى على عباده من الطاعات مع التركيز في السلك الابتدائي على الطهارة والوضوء والصلاة والصوم نظرا لخصوصية المرحلة العمرية للمتعلم وما تتطلبه من الدين من معارف وأحكام وكيفيات أما بالنسبة لأهداف هذا المدخل فهي تتلخص فيما يلي في تمكين المتعلم من أحكام العبادات المقررة في السلك الابتدائي والتدرب العملي على أدائها في مساعدة المتعلم على تلمس الغاية من شريع العبادات ومقاصدها وأيضا في تطبيق المتعلم لما تقتضيه دروس العبادات من قيم سلوكية في حياته وفي علاقته بأسرته ومحيطه أما بالنسبة للتوجيهات المنهجية فيستحسن التركيز على الطهارة والصلاة والصوم وما يتصل بها من مقاصد ثم التركيز على الجانب العملي في الاستجابة كالوضوء والتيمم والصلاة وأيضا لانطلاق من وضعيات ديدكتيكية تجعل من النصوص الشرعية القرآن والحديث أو بعض الوضعيات المقترحة أسنادا تساعد على تقديم دروس الاستجابة وأيضا ربط مضامين ومفاهيم دروس العبادات بالحياة اليومية للمتعلم ننتقل إلى القصة كرابع مدخل من مداخل تربية الإسلامية وهو معرفة المتعلم لما له من حقوق وما عليه من واجبات تجاه الله والنفس والغير والبيئة وفق ما جاء بيدين الإسلامي أما بالنسبة لأهدافه فيمكن تلخيصها فيما يلي تعرف حق الله في التوحيد والعبادة والتعظيم والإجلال تعرف حق النفس في الحماية والرعاية والتربية والتهديب تعرف حق الآخر في الاحترام والنصح والرحمة والنفع تعرف حق البيئة في الحماية والرعاية والإصلاح الوعي بالحقوق واحترامها واتخاذ مواقف إيجابية تجاهها بالنسبة كتوجيه منهجي لتدريس هذا المدخل فيمكن اعتماد القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف دعامة أساسية لدروس القسط أيضا يمكن اعتماد تعزيز مقاصد دروس القسط ومضامينها بمكتسبات القرآن والسيرة النبوية يمكن أيضا معالجة الحديث النبوي موضوع القسط تسميعا وقراءة وفهما وحفظا مع مراعاة مستوى النمو العقلي والمعرفي للمتعلمين ننتقل مباشرة إلى آخر مدخل من مداخل مادة التربية الإسلامية وهو مدخل الحكمة وهي أجراءة عملية لمقصد المنفعة بما يخدم المحيط العام والخاص اعتمادا على المبادرة والإيجابية لتعميم النفع وخدمة الآخر انطلاقا من قيم الرحمة والتضامن والإحسان والصدق والوفاء لتكتمل صفة الإيمان أما بالنسبة لأهداف الحكمة فيمكن تلخيصها فيما يلي تعرف المتعلم قيمة السلوك الإيجابي والمبادرة إلى العمل الصالح تمثل المتعلم للقيم والمبادرات الإيجابية في الحياة اليومية يمكن أيضا كهدف من أهداف الحكمة اعتماد بناء المتعلم لمواقف إيجابية تجاه ذاته وأسرته ومدرسته وبيئته من أهدافها أيضا دفع المتعلم إلى الصدق والوفاء في أقواله وأعماله من أهدافها أيضا ترسيخ قيم الرحمة والتضامن والمحبة في وجدان المتعلم والسلوكه وكتوجيه منهجين لتدريس هذا المدخل يمكن الانطلاق في دروس الحكمة من وضعيات مشكلة مرتبطة بمواقف مستمدة من الواقع أو قصة دينية أو اجتماعية يمكن أيضا توظيف الآيات القرآنية المدروسة والأحاديث النبوية الشريفة منطلقا ودعامة أساسية لدروس الحكمة يمكن أيضا تحفيز المتعلمين على سرد أحداث ووقائع من الحياة العامة تتعلق بالقيم موضوع دروس الحكمة بلغة عربية سليمة إذن كان هذا تلخيصا لمستجدات المنهاج الدراسي للتعليم الابتدائي كما جاء في آخر تحديث له بتاريخ يوليوز 2020 لمادة التربية الإسلامية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته